أهلا من جديد الجدل اللي بتثيروا لايفات التيك توك مو موضوع جديد بس في تونس في لايف عامل جدل جديد صراحة علينا نحن بنتكلم عن عملية جراحية لايف في دكتورة فتحت حسابها وطلعت لايف غرفة عمليات ومريض أو مريضة على السرير وطاقم طبي حولها ولايف يعني عادي ولا كأنه في شيء يعني المقطع طبعا تم تداوله على أنه لولادة قصرية وفي آخرين قالوا لا هذه عملية لرجل وحتى علقوا أنه ظاهر في الفيديو جسمه وطبعا المقطع أثار غضب الناس فناس قالت لا خلاص عد ما بيقي إلي العمليات تطلع لايف كمان وناس تانية قالت فين حقوق المريض وهل عنده علم وناس صارت تسخر وتقول كبس كبس عشان نكفل الجرح أو ابعت أسد ولا ما نكمل العملية وهذا النوع يعني فعليا شر البلية ما يضحك يعني ترجمة نانسي قنقر انتشار الفيديو والصور والجدل اللي صار حرك السلطات وأعلن رئيس المجلس الجهوية لهيئة الأطباء وسط تونس فتح تحقيق حول الواقعة وقال إنه تم تحديد هوية الطبيبة وإنها حتمثل أمام المجلس لسماع إفادتها وأخذ الإجراءات اللازمة بحقها وسائل الإعلام وحتى إعلان السلطات ما ذكروا اسم الطبيبة لكن إحنا وجدنا خلال بحثنا صفحة على تيك توك لطبيبة اسمها سنة بالحاج وبتعرف عن نفسها إنها طبيبة تجميل وليزر والحساب منزل بوست من صور لايف العملية ومكتوب عليها أنا الطبيبة اللي عملت العملية وكاتبة كنت بأعمل إجراء متعلق بالخلايا الجذعية وكانت لسيدة مولي الرجل وكل ما هو متداول كذب وبتقول هدفي كان زيادة الوعي وشرح معلومات عن الخلايا الجذعية لكن الناس أساءت فهمي إحنا في تفعلكم ما قدرنا نتحقق لو فعلا الحساب هذا يعود للطبيبة أو لا ولكن حتكون عندنا المزيد من التفاصيل مع الصحفي سوفيان رجب اللي بينضم إلينا من تونس أهلا فيك معانا سوفيان إيش المعلومات الأكيدة اللي نعرفها حتى الآن عن هذه الحادثة في الحقيقة هي يعني ظاهرة التيك توك وظاهرة مواقع تواصل الاشيماية أصبحت هوس حتى أن نخبة القوم يعني طبيبة تجرؤ على فتح لايف مباشرة من عيادة طبية وليس مستشفى عمومي أو مستشفى خاصة من عيادتها هي الخاصة لبث يعني عمليات عمليات هي عمليات طبية ربما تكون تجميلية ربما تكون يعني خلايا جذعية وليس عملية ولادة كما قيل المريضة كانت في حالة تبنيج يعني جزئي جزئي وليس كلي وفتحت اللايف وحاولت استقطاب أقصى ما يمكن المشاهدين لمشاهدة هذا الشريط الذي وصفته هي بعد ذلك بالتثقيفي وصفته بالتثقيفي لكن ظاهر أنها عملية إشهارية لموقع تيك توك التابعة لهذه الدكتورة إشهار يعني إعلان أنت قصدك يعني هي كانت تجري العملية نعم أنه إعلان يعني كانت تخاطب عائلتها كانت تخاطب والدتها أوكي تخاطب والدتها إش بتقولها نعم كانت هي كانت تخاطب والدتها بألفاظ يعني تجري في العملية الطبية وتخاطب في عائلتها وهذا ما أعتبر يعني بعد البث يعني تحركت هيئة الأطباء العمادة ووزارة الصحة وحصة اجتماعات وتم التعرف على الطبيبة وسيتم توجيه استدعالها وحسب يعني مصادرنا فأن هناك إجراءات تأديبية ستكون ستلاحق هذه الدكتورة وتصل من التوبيخ إلى الأنذار إلى حتى يعني إغلاق العيادة لمدة شهر أو أكثر هذا تقريبا بسبب ما أعتبر التعدي على أخلاقية المهنة وإشهار هي محاولة إشهار كما قلنا للطبيبة ولموقعها على الفضاء الاجتماعي تيك توك طيب هل نعرف أي شيء عن المريضة هل كان الموضوع بإرادتها هل ممكن أن المريضة أو أي شخص ثاني يتقدم بشكوى للقضاء أو للشرطة المريضة أكدت أنها كانت موافقة للبف لكن الأكيد أنها لم تكن تعلم ما سيبف وحتى حسب القوانين واللواح وقانون إخلاقية المهنة الطبية فإن يمنع منع باتا حتى بموافقة المريض أو المريضة يمنع منع باتا يعني الإشهار أو التعدي على الخصوصيات أو بث يعني صور أو بث عمليات مباشرة أو وجه مريض هذا حتى بموافقة هذا ما تحصلت عليه وما تأكدت منها يعني تقريبا حتى إذا أدعت الطبيبة أن المريضة كانت موافقة على العملية البث المباشرة فإن القانون يمنع ذلك ويعتبر ذلك عملية إشهار والإشهار ممنوع في القطاع الطبي والصحي هذا أمر معروف طيب هل هذا النوع من التصوير أو الفيديوهات يعني معتاد في تونس لا بالتأكيد لا بالتأكيد لا إلا إذا كانت هناك عملية استثنائية أو إنجاز طبي إنجاز طبي مشهود به دوليين وعالمين فإنه يتم تصوير هذا الإنجاز لدواعي يعني علمية ولدواعي بحثية وللتعريف بهذا الإنجاز الطبي مثل ما هو معمول به في كامل دول العالم تقريبا لكن عملية تجميلية على أعلى الرجل يعني ما أعتبر بلسلوسوش أو الخلايا الجرعية يعني تعتبر عملية عادية وعادية جدا حاولت الطبيبة الإشهار لدفسها لمزيد كسب تقريبا لمزيد كسب حرفة أكثر منها يعني عملية إشهارية واضحة هو القانون القانون التونسي يعني بيمنع الأطباء من أنهم يعملوا دعاية على السوشيل ميديا أكيد يعني ليس القانون التونسي فقط أعتقد أن أخلاقيات المهنة الطبية أعتقد أنه في جميع دول العالم يعني تقريبا يمنع لأنه في كثير من أطباء التجميل خصوصا يعني دائما مثلا عندهم صفحاتهم بيعرضوا أمثلة لقبل وبعد وبعض العمليات وما إلى ذلك طالما أنه هو بموافقة الشخص المعني كما قلت في القانون التونسي ممنوع هذا وعلى القانون التونسي ممنوع ويعدوا إشهار والإشهار ممنوع والإشهار ممنوع في القطاع الطبي وهذا ما أكده لي تقريبا يعني عميد الأطباء الذي تحدثوا إليه وأكد لي أن عملية الإشهار ممنوعة وتتجاوز كل الأخلاقيات المهنية وتمس حتى من قيمته من صمعة الطبيب يعني لا يحق لطبيب الذي يعتبر تقريبا من علي النخبة وأن يقوم بإشهار لعمليات طبية مهما كانت تجميلية أو غير تجميلية طيب نحن بنشكرك على هذه المداخلة معنا من تونس الصحفي سوفيان رجل شكرا لك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر